موسيقى السلام عليكم أود في البداية أن أشكر الجماعة وأشكر الإخوة المنظمين على تشريفهم لي بمنح شرف الحديث أمام هذه الوجوه الكريمة وتحت هذه الخيمة المباركة التي جمعت الفضلاء والديمقراطيين والأحرارة من بني وطني وأغتنمها فرصة لأتوجه بالشكر الجزيل للجماعة ولكل الوجوه الكريمة التي ساندت قضيتي فأنا ممتن لكم جميعا باستعادتي لحريتي التي ما زالت منقوصة ماذا عسايا أن أقول في هذا المجمع الكريم وما أمام هذه الوجوه الكريمة في الشيخ عبد السلام ياسين رحمه الله لقد كان رحمه الله رجلا في زمن عز فيه الرجال وما أحوجنا اليوم إلى رجال مثل عبد السلام ياسين قادرين على أن يصدحوا بكلمة الحق لا يخافون لوم تلائم في قولها لقد كان رحمه الله مدرسة في الصبر والقوة الهادئة وفي الإسرار على المبدأ والتبات على الموقف لقد كان رحمه الله قوة هادئة بنا جماعة قوية ما نال منها ومن أعضائها لا القمع ولا السجون ولا الحصار الذي عاشه رحمه الله لسنوات طويلة لقد كان عبد السلام ياسين رحمه الله مدرسة للحوار دعا إلى الحوار بين الفضلاء والديمقراطيين وقد سعدت هذه الليلة عندما سمعت الأستاذ العبادي يدعو إلى مد اليد إلى كل الفضلاء والديمقراطيين في هذا البلد الكريم من أجل كرامة وعزة شعبه وأتمنى أن تجد هذه الكلمة وهذه الدعوة الطيبة سدا لها لدى كل طالب التغيير من الأحرار والشرفاء والحرائر والشريفات من أبنائي وطني فتحقيق مثل هذه الدعوة سيكون أفضل تكريم لروح عبد السلام ياسين رحمه الله في هذه الليلة المباركة وشكرا لكم مرة أخرى